اشتركوا في القناة ويطرح لها حلول مع مجموعة من المتخصصين في الشأن الزوجي ديكوتش كانوا معنا وأكيد كانوا معنا أساسي داو وكانوا معنا أطباء مختصين في العلاقات الزوجية طرحنا مجموعة من المشاكل وكان عندها الجواب والحمد لله كان عندها إقبال كبير ونسب مشاهدة كبيرة عندكم أنتم مشاهدين وبفضلكم اليوم وفي نهاية الموسم نقدم لكم بيستوف ديال البرنامج مجموعة من الحلقات ومجموعة من المقتطفات غادي تشاهدوها مشاهدينا في حد لحظات هدي وراجعي لكم تشي واحد فينا ما بتكامل وبتالي تشي واحد ما عنده كامل مواصفات دي الموضوع دينا اليوم هو وش الأزواج المغاربة كي توفروا على ثقافة جنسية كانوا صحبية جميع النساء الرجل في حالة الغضب ما تأقلش نقال الصراحة اللي بغتنا نقوله هي العمود الفقري دي الحياة الزوجية وهي من أهم الدعائم دي الحياة الزوجية السليمة المعاملة الزوجية هي ليست فقط معاشرة جنسية المعاملة الزوجية هي أكبر من ذلك هي مودة وهي رحمة وهي سكن وهذه الصفات يجب أن تتجلى أكثر في نهار رمضان مشكلة خطيرة جدا 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 أن الأزواج يعني يغضبون أحيانا أمام الأبناء وهذا خطأ أين كان الجمال دي لك أنت مشي أجمل مرأة في العالم وأين كان الجمال دي لك أنت مشي أجمل رجل في العالم التغافل من خلق الكرام مشي من خلق جاهلين أو من خلق اللي ما عرفش أو لا الغضب الزوجي في التغافل ومجموعة دي المشاكل اللي حاولنا أنا ننقشوها كيف ماشتوا مشاهدينا وكيف ما تبعتوا رفقة دي كوتش ومتخصيصين أكيد هاد شي كامل ما غديش نوقفوهنا غدي نكملو معاكم مشاهدينا في رمضان المقبل أكيد حلقات جديدة وحلقات خاصة بشهر رمضان ومشاكل خاصة بشهر رمضان كي يعنيوا منها الأزواج غدي نقدموها لكم عبر قناتكم الإلكترونية شوف تيفي دائما في نفس المواعد كل يوم خميس تابعوا برنامج جميلتنا معي أنا من الغطاس